إحنا خلاص لا يتبقى سوء 12 يوماً على نهاية العام وبالتالي إحنا أظن من هنا لحد آخر السنة نحاول بقدر الإمكان نعرف إلا حصل في السنة اللي فاتت إلا الحاجات الكويسة إلا الحاجات الوحشة بحكم أن إحنا عايشين في كوكب الأرض في النهاية مش في الجنة فبالتالي الحياة ما بتمشيش على سيمترية واحدة ما بتمشيش في نسق واحد شوية بتكون كويسة شوية بنقابل أو بنقابل مواقف صعبة ومواقف قد تبدو في كثير من الأحيان مواقف ما نقدرش نتخطاها لكن مع مرور الزمن مع مرور الوقت ده بيروح وبيحصل وإحنا بنتخطاها بقدر الإمكان سؤالنا النهاردة إيه هو أصعب موقف إيه هو أصعب حاجة أنت عيشتها في 2021 في كل يوم أظن بيكون فيه صعوبات وبيكون فيه معوقات لكن الأصعب على الإطلاق ده سؤالنا اللي احنا سألناه لبعض الناس في الشارع وخلا نبدأ هذا السؤال مع منا فضل إمان بص يهم أنت عارف أنا دايما لما بتيجي سيرة الوقت والعمر والسنوات والأيام دايما وطول الوقت حقيقي بجد قدام الكاميرا وبرى الكاميرا بقول الحمد لله على كل لحظة ربنا بمنح حالنا بتكون دي لحظة جديدة في حياتنا يوم جديد في حياتنا يعني تجارب كتيرة في حياتنا فأنا دايما عندي مبدأ ربه الخير لا يأتي إلا بالخير لكن فعلا زي ما همام قال احنا مش عايشين على الجنة احنا في الجنة احنا عايشين على كوكب الأرض وبالتالي حياتنا مليانة بمواقف كثيرة جدا مواقف الصارة والمواقف الغير صارة صحيح المواقف الغير صارة من الأريح نفسيا جدا جدا أن احنا ننظر لها بنظرة كده أو ببعض مختلف شوية يمكن ده اللي بيبعث يعني الطمأنينة والسكينة على قلوبنا عشان نقدر بإذن الله نتجاوزها ونعديها أنه نفكر فيها أنها قد تكون اختبار من الله سبحانه وتعالى لما ده قوة إيماننا بيه وبقضاء وقدره ممكن تكون تكفير لزنوب وما حدش فينا كامل مهما الواحد افتكر يعني أنه هو قريب من ربنا وبيتعبد وما بيظلمش حد وما بيئزيش حد لكن في النهاية كلنا بشر خطائين كلنا فلو نظرنا لها بالشكل ده أعتقد أنه بتهون علينا حاجات كتير قوي لكن طبعا السؤال الأبرز لما بتسأل حد خصوصا أنه مع نهايات السنة عادة قبل ما بنحط أهداف للسنة الجديدة وطبعا زي ما كنتم بقول لحضراتكو لسه قريب في هذا الصباح أول هدف عند أغلبنا السنة الجاية دي حلعة برياضة وخس حلعة برياضة وخس ده الهدف الأبرز عشان نكون صراحة مع بعض لكن عموما قبل ما بنحط أهداف جديدة للسنة الجديدة عادة في ناس كتير مننا بتحب تعمل كده إعادة تقييم شامل للسنة اللي فاتت إيه اللي بسطها قوي إيه اللي حققته إيه اللي نجحت فيه إيه اللي وجعها قوي بعتقد أنه إيه اللي وجعها قوي دي إيه اللي وجع حد فينا قوي دي أكتر حاجة بتكون فقدان شخص عزيز طبعا دي يعني دايما يعني فقدان الشخص العزيز بقى بذكرياته بالحياة بالعمر اللي بيجري طبعا دي بتبقى صعبة وقصية جدا فدايما بنقول ربنا يا رب يرحم جميع أموتنا ويرزق الصبر والسكينة في أدوب كل من فقد عزيز وغالي مرض أحد الأشخاص أو مرضك يعني مرضي أنا شخصيا أو مرض أحد المقربين ليك ده طبعا كمان من المواقف الصعبة جدا يمكن عشرين عشرين أو تسعتاشر أو آخر تسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين يهمم كان الجزء الأكبر فيهم الحديث عن كورونا ومتحوراته بقى ففكرة برضو الإصابة بالفيروس فكرة الوفيات اللي بنسمع عنها أعتقد أن ده شكل وما زال يشكل الجزء الأكبر من مخاوف الناس بعض الناس ما عنديش نسبة بالضبط هل هم كتير والوليالين بتعتقد أو لا تعتقد لا تؤمن بفكرة الأفعال التفضيل الأحسن والأسوأ والأبرز ويعني قص على ذلك كثير من الأفعال يعني وأنا منهم في الحقيقة أنا ما عنديش فكرة أن في حاجة حصلت فدي الأسوأ في حياتي أو ده الأحسن في حياتي دايما بعتقد أن ده حاجة لازم هتعدي لازم تتجاوزها وتعديها سواء كانت أسوأ أو أحسن الأحسن كذلك فيه إن شاء الله يكون فيه أحسن منه وبالتالي يمكن هذه النظرة للمواقف تساعدك أن أنت تتجاوزها بسرعة تساعدك أن أنت حتى تطور من نفسك يعني كل ما تعمل حاجة كويسة ما تقولش ده أحسن حاجة أنا عملتها في حياتي وبالتالي أنا أوقف عند الليفل ده عند المستوى ده لازم تطور من نفسك لازم تطور من قدراتك وإمكانياتك في بعض الناس بتنظر للمواقف من هذه النظرة وفي بعض الناس بتنظر للمواقف أنه السنة دي هي أحسن سنة عدت عليها في حياتي السنة دي أسوأ سنة عددت عليها في حياتي بحكم أننا ما عادش الأسبوعين تقريباً على نهاية العام كثير من الناس تحديداً على وسائل التواصل الاجتماعي بيقولوا الحمد لله 2021 خلصت على أساس أنه اكتشف 2022 تبقى أحسن من 2021 طبعاً كويس أننا نتفائل بالسنة الجديدة وكويس أننا نبني طموحات وأحلام للسنة الجديدة لكن برضو السنة اللي فاتت أو السنة اللي عادت أكيد إحنا عملنا فيها حاجات قد تبدو كويسة وحاجات تانية ممكن ما كانتش كويسة أوي فإحنا نطور نبني عليها ونطور ونعدل منها السنين مجرد أرقام ومجرد تاريخ مكتوبة على الورق لكن حياة الإنسان مستمرة لا تتقسم بحكم السنوات وبحكم الأيام والأزمنة حياتك مستمرة وطموحاتك لازم تكون مستمرة وأحلامك لازم تكون مستمرة ولا تسقط بالتقادم طول الوقت نحن نحن نكون الأحسن سواء لأشخاصنا أو لأسرتنا أو حتى لبلدنا في ظل المشروعات الكبيرة اللي نحن نقوم بها